بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين غلب جروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولدهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يترح المؤمنون بنصر الله ينصر من يتاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ضامرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أسد منهم قوة وآفار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبيلات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة فالذين أشاءوا السوء أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الزاعة يبلس المجلمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم ويوم تقوم الزاعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مشبرون فسبحان الله حين تمدون وحين تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته لنامكم بالليل والنهار وابتواءكم وابتواءكم من تغوة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحييي فيحييي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل الله له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بغب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كثيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا وهو أهم بغير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاطِرِينَ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تجدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واستقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حب بما لديهم فلحون وإذا مثل ما تضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آس إليهم فتمتعوا فتو فتعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا المات رحمة فرحوا بها وإن تضبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يطلقون أولم يروا أن الله يبتط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآفذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آسيتم من لبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آسيتم من ذكات تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من سيء سبحانا وتعالى عما يشركون ظهر الفتاد في البحر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بحض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من زبوه إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم من رحمته ولتجريا كنت بأمره ولتبتغوا من فضوه ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءواهم بالبينات فانتقلنا من الذين أجرموه وكان حقا علينا مصر المؤمنين وكان حقا علينا مصر المؤمنين وكان حقا علينا مصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبتقوا في السماء كيف يشاء ويجعلوا كتفا تترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستدفرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين تنظر إلى آسان رحمة الله كيف يشي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصرا لظلوا من بعده يكفرون فإن مجلا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وسيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجربون ما لبثوا غير ساعة كذلك جاله نؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون سيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعثمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يقضع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يستفق منك الذين لا يوقنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر